تصريحات إيرانية جديدة تكشف أن المقترحة الأوروبية لأحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن قد يشهد صعوبات لسد الفجوة بين شروط الطرفين إيران هذه المرة أشرت إلى أربع قضايا عالقة تشكل حسبها ركيزة المباحثات التي تخضها بشأن أحياء الاتفاق النووي الحكومة الإيرانية ذكرت بالشروط التي وقف عندها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبرزها أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم الانسحاب الأحادي جانب مجددا من الاتفاق بالشكل الذي حدث في عام 2018 شرط لم ترد عليه واشنطن بشكل واضح حسبها لكنها علقت في وقت سابق أن الاتفاق النووي يظل اتفاقا سياسيا وليس معاهدة دولية ملزمة وعلى الخط تزيد طهران من شكوكها بشأن التزام الإدارة الأمريكية ببند رفع العقوبات حيث تطالب بأن تأخذ شكلا عمليا يتيح للشركات الأجنبية لاستثمار في طهران من دون أن تخشى عقابا أمريكيا التلويح بالشروط الأساسية من جديد يأتي بعدما أعرب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل عن تراجع ثقته إزاء التواصل لاتفاق سريع حول النووي الإيراني خاصة وأن طهران عادت للتلويح من جديد بأنه لا جدوى من إحياء الاتفاق النووي دون حل قضية المواقع غير المعلنة التي تحقق بشأنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبرة هذه القضية ثالث ركائزها الأربع للمفاوضات وتضغط طهران بشأن ضمان آلية رقابة لمدى التزام الغرب ببنود الاتفاق النووي في حال التوقيع عليها مشيرة إلى أن هذه النقطة تظل عالقة ولا جواب لها مؤكدة أنها لن تتسرع لاتخاذ القرارات بشأن قضايا تراها مصيرية فيما يشبه بمحاولات لليق الذراع بين طهران وواشنطن